السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهتسمع كلام أعتقد أن أنت مش هتسمعه في أي مكان آخر بفضل الله سبحانه وتعالى في البداية إحنا هنتكلم عن أحداث مصر في آخر الزمان وعن الأجواء وبحب دايما أسقط الأحاديث النبوية وكلام الصحابة وعلم أهل الكتاب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج لا تصدقوهم ولا تكذبوهم بحب دايما الأدوات دي أستخدمها في الإسقاط على الواقع اللي لسه داخل معانا جديد في القناة ومنتظر منها تحليلات سياسية إحنا ليس لنا علاقة بالتحليلات السياسية ليس لأي سبب إلا لأن التحليلات السياسية دايما بتؤدي لنتائج غلط في غلط والسياسة الشرعية التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين غير موجودة الآن فلذلك إحنا بنعتمد على الأحاديث ومحاولة الإسقاط على الواقع أول حاجة عايز أننا أقولها طبعا كلنا عارفين أن انتخابات مصر قادمة الانتخابات الرئاسية قادمة وتقدمت بقى تفشار 12 وبدأنا نشوف ناس هترشح نفسها على رأسهم الرئيس السيسي وجمال مبارك وأحمد طنطاوي مع حفظ طبعا الألقاب والاحترام يعني للجميع طيب إيه اللي ممكن يحصل وإيه علاقة أحاديث آخر الزمان بما يحدث الآن أنا دايما بقول لك أن لازم أنت تكون عايش الواقع وبقول لإخواني الدعاء والمشايخ لابد أن انتوا يبقى عندكم إسقاط الأدلة على الواقع ما ينفعش تقول كلام نظري بمعنى إيه بمعنى أن في ناس من يعني كثير من الدعاء أصلا إما تيجي تقول له مصر آخر الزمان وباب خراب مصر يقول لك لأنت بتفول علينا زي كده ما بقولوا عندنا في مصر بتفول علينا إيه التشاؤم دوت مصر محفوظة إيه وعا تقول الكلام ده والكلام ده يصدر من دعاء تخيل فإحنا عايزين نعيش على أرض الواقع إيه اللي بيحصل دلوقتي في مصر زيها زي أي دولة إيه وعا تفتكر إحنا يعني يعني مركزين مع دولة دون الأخرى مصر والسعودية واليمن والجزائر والمغرب وتونس والليبيا كل الدول كل الدول على الأرض الآن حتى دول الكفر حتى الدول الأوروبية وأمريكا كل الأرض بتهيأ لظهور الإمام المهدي واللي مش هيعترف بهذه الحقيقة يبقى مش شايف اللي بيحصل حواليه على مستوى العالم من ناحية الصراعات الكبيرة جدا ما بين الدول من قسين معارك إنهاك القوة التي تكلم عنها الإمام علي في كلامه الأكيد مش هينفع الإمام علي يقول كلام من تلقاء نفسه ولكن أكيد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا شايفين حروب المضايق الأخبر عنها الإمام علي شايفين حروب السدود اللي موجودة ولها تشتعل الفترة القادمة كل دا ما نقدرش نتغافل عنه شايفين الأحداث الكونية أنا يعني تعمدت اللي أنا أبدأ كلامي بالصراعات عشان الناس في الأحداث الكونية دي بتقول إحنا فين والنجم الطارق فين والهد دا حديث ضعيف وضعيف لكن ممكن يحصل والصيحة حديث ضعيف جدا ولكن ممكن يتحقق وده المنهج بتاعنا في حديث آخر الزمان أما بالنسبة لمصر فدايما بقولك اللي بيحصل دلوقتي في مصر هو بوابة الأحداث العظام وعايزك ترجع للرؤية اللي كانت من شوية أن مصر فعلا أحداث مصر هي بوابة لما سيحدث في مكة من اقتتال الأمراء الثلاثة وأنا قلت لك دايما أن الأحداث متوازية بمعنى إيه الأحداث متوازية مش هتحصل في مصر ثم مكة ثم المدينة ثم الجزائر ثم اليمن كلام دا غلط لو أنت فاهم كده يبقى أنت مش دارس علوم آخر الزمان وحديث آخر الزمان بصورة جايدة الأحداث متوازية هتحصل في وقت واحد شبه في وقت واحد فمصر أو مصر الآن بتهيأ ناس بتسأل مين اللي هيكسب في انتخابات الرئاسة أنا في تحليلي أي حد هيكسب في انتخابات الرئاسة هيصطدم بتحدي كبير جدا هذا التحدي سيؤدي في النهاية لظهور صحابي مصر وملحمة الأسكندرية لذلك ركز أوف عنوان الحلقة أنا كاتب لك الفائز هو صحابي مصر فأنت ممكن تفهم أن أقصد اللي هيفوس في الانتخابات هو صحابي مصر لا أنا أقصد اللي هيفوس فيها أي أن كان هذا الشخص هتفرز في النهاية ظهور صحابي مصر وملحمة الأسكندرية ليه؟ لأن أمريكا والناتو ليهم طلب هذا الطلب وسندوق النقد الدولي كمان ليه طلب كل الناس عندها طلبات وهذه الطلبات أيها الأحباب منها طلبات اقتصادية ومنها طلبات عسكرية الطلبات الاقتصادية سندوق النقد الدولي من قصين البعدة اليهود اللي هما بيحكموا العالم اقتصاديا لو أنت مش فهم كده يبقى أنت مش موجود معنا ومش عايش معنا الطلبات بتاعتهم ديت هذه الطلبات الاقتصادية بين قصين التعويم الدولار وسعر الدولار المرتفع اللي يؤدي لارتفاع ظروف المعيشة هذا الطلب مؤخر لغاية ما نخلص من قصة الانتخابات الرئاسية أيضا في طلب أخطر وأعمق إنشاء قواعد بحرية في البحر المتوسط بين قصين في الأسكندرية هذا الطلب أيها الأحباب هو هيبقى التحدي الأكبر لمن سيفوز في الانتخابات ولا ربما يؤدي هذا الطلب إذا تم رفضه إلى ملحمة الأسكندرية اللي هيظهر في خضمها شخصية هي شخصية صحابي مصر وأنا دايما لما بتكلم عن شخصية صحابي مصر بلاقي الناس طلعين بيتكلموا وبيقولوا إن هذه الشخصية غير موجودة في السنة النبوية فأنا بقول لكم إن المصادر بتاعتنا ومنهجنا في القناة رد واضح جدا منهجنا في القناة في استقاء الأدلة الشرعية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية فإن لم نجد في القرآن فبنبحث في السنة النبوية فإن لم نجد حديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم فبنبحث في أقوال الصحابة فإن لم نجد في أقوال الصحابة فبنذهب لعلم أهل الكتاب اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وطبعا من ضمن أقوال الصحابة اللي قبل الكلام بتاع علم أهل الكتاب عندنا أقوال للإمام علي عن صحابي مصر وعرضنا في الحلقة كلام كتير جدا عن صحابي مصر وكلام الإمام عليه فإحنا الدليل بتاعنا اللي بنستدل عليه على وجود هذه الشخصية هو كلام الإمام علي وكلام أهل الكتاب اللي ذكر شخصية تظهر في مصر قبيل ظهور الإمام المهدي وعايز أقول للناس اللي تعبى نفسها بالإنكار بنقول لهم ما تتعبوش نفسكم ليه؟ لأن إحنا منهجنا واضح بفضل الله ونقي لأن إحنا بنقول إن الحديث الضعيف وروايات الصحابة زي الإمام عليه حتى لو ضعفت منهجنا لا نهملها منهجنا إن إحنا نقر بأنها ضعيفة لأن ده كلام علمي لا نستطيع أن ننازع علماء الحديث أهل الإختصاص في هذا الأمر ولكن في نفس التوقيت نقر ونقول إن هذه الرواية إن تحققته ده كلام ناس كثيرة جدا ارجع لكلام الشيخ ابن العثيمين في السعودية ارجع لكلام الشيخ التوجري ارجع لكلام أنا لو جبتلك مش هتعرف تجارينا في هذا الأمر أيها المنكر لأن إحنا لنا يعني نستند إلى كلام علمي واضح جدا جدا فاللي أنا عايز أقوله في النهاية وطبعا أنا بحاول أحافظ على وقت الحلقة التحدي الكبير لمن سيفوز في هذه الانتخابات هو طلب اقتصادي وطلب عسكري زي ما أنا شرحت وأعتقد إن ملحمة الأسكندرية باتت قريبة جدا جدا ويعني أي سؤال أو أي استفسار في التعليقات اسألوا هنجاوب عليه بإذن الله بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته